بسم الله الرحمن الرحيم حضرتكم أستاذ ياسر محمد نجيب في الفيديو ده هنقدم لحضرتكم الفيديو التساعتاشر من سلسلة شرح برنامج الماكروسوفت وورد وفي الفيديو ده هنقدم لحضرتكم كل ما يتعلق بالجداول من إعداد أستاذ ياسر محمد نجيب عشان تصمم الجدول بتدخل على قيمة insert وبعدين table لو أنت عارف الجدول بتاعك مكون من كم صفة أو من كم عمود تقدر بأنك تحدد الخلية اللي موجودة واللي أنت عايزها لو أنت الرقم اللي أنت عايز تدريجه هو أكبر من الرقم المتاح لك هنا تقدر بأنك تدخل على insert table وتكتب عدد الأعمدة اللي أنت عايزها وعدد الصفوف اللي أنت عايزها على سبيل المثال أنا هبدأ أني أعمل جدول من سبع أعمدة وهقول له أنا عايز هنا 12 صف دلوقتي هو أدراج للجدول هتلاحظ حاجة علشان أنا قبل الجدول كنت عامل الهوامش بتاعتي فيه اليمين العلامة الجدول بتاعتي هنا جات في اليمين فأنا دلوقتي أثناء الكتابة لما أنا هيجي أكتب هكتب مثلاً ألف بعدين هعمل tab فهيقدر ينقلني إلى الخلية التالية في الجدول هقدر أعمل باق tab 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 و بنفس الشكل طيب لو أنا ما كنتش عامل الهوامش بتاعتي كده وكنت عامل الهوامش بتاعتي باللغة الإنجليزية لو أنا كنت جيت وعملت table سواء أسمته بالشكل ده أو جيت وأدراجته بالشكل طبيعي هتلاقي بأنا العلامة دي على الشمال لو تلاحظ هنا لو أنا عملت آلف لو أنا عملت tab هتلاقي الكتابة عجسية وبالتالي لو أنت هتستخدم اللغة الإنجليزية في الجدول يبقى تعمل الجدول بالتنسيق بتاع كل الهوامش بتاعة الجدول تبع بتبدأ من الشمال ما بتبدأش من اليمين طيب لو أنت هتكتب اللغة العربية يبقى لازم لازم تكون هوامش الجدول بتاعتك بتبدأ من اليمين للشمال بحسب أنك لما تيجي تنتقل أثناء الكتابة تنتقل بالتاب بدل ما أنت تتحرك بشكل مؤمن عن طريق الماوس طيب أنا دلوقتي عملت الجدول بتاعي عايز أضيف صف أو أضيف عمود علشان تضيف صف أو تضيف عمود هتيجي ما بين العمودين أو ما بين الصفين اللي أنت عايز تضيف بينهم صف مجرد ما هاجي هقف هنا ما بين العمودين دول هلاقي علامة زهرت لي بالشكل ده لو أنا ضغطت عليها هتلاقيها عملت لك طيب أنا دلوقتي مثلا عايز أحط صف في النص هاجي هنا ولاقي العلامة دي زهرت لي فهتضغط عليها علامة الزائد فهتلاقي صف تم إدراجه لك بشكل تلقائي العلامة ديت أو الخاصية ديت بتطلع في الإصدارات من 2013 فما يليها علشان كده دايما بننصح باستخدام إصدار حديث طيب لو أنت عايز تدرج صف أو تدرج عمود بطريقة مختلفة تقدر تعمل ايه هتيجي هتظلل الصف اللي أنت عايز تدرج فوق أو تدرج تحته بعد كده هتضغط على كليك يمين هتلاقي قيمة هتختار منها انسيرت هل أنت عايز تعمل إدراج لصف ولا إدراج لعمود طب لو أنت عايز الصف عايز الصف ده فوق الصف الحالي ولا تحت الصف الحالي أنا مثلا عايز هنا صف فوق الصف الحالي علشان نتضغط على حدة دي هاجي مثلا هنا هزلل الصف ده وبعدين هقول له هتلي انسيرت وهتلي صف في الأعلى هتلاقي عملك الصف فوق طب ممكن أني أحدد نفس الصف وهقول له اعملي انسيرت لصف في الأسفل هتلاحظ بأنه هنا عمل لك صف تحت الصف ده طيب لو أنت عايز تعمل عمود بتحدد العمود بنفس الطريقة اللي احنا اتكلمنا فيها في الفيديو الخاص بالتظليل بعد كده بتعمل كليك يمين وانسيرت وتحدد هل أنت عايز تعمل عمود على يمينه ولا عمود على شماله فبتبدأ أنك تختار الحاجة اللي أنت عايزها فبيدرج ليك الصف أو العمود اللي أنت عايزه طيب لو أنا عايزة تلاعب في حدود الجدول تقدر بأنك أسهل وسيلة دايما تعملها بأنك تظلل الجدول عن طريق الشكل ده تظليل الجدول هيبدأ بأنه يظهر لك القوائم الخاصة بالجدول الخاصية بتاعة الدزاين والخاصية بتاعة اللي اوت أنا هدخل دلوقتي على الدزاين بتاع الجدول هبدأ بأني أخطر له أن أنا عايز الخط بتاعي بالشكل ده ولكن مش عايزه تلاتة أنا عايزه مثلا اتنين وربع نصيحة دايما بأن الخطوط العريضة ما تستخدمهاش داخل الكتابة استخدمها في حدود الجدول يعني مثلا أنا هجيله هنا في البوردر وهقول له أنا عايز الحدود الخارجية بس هي اللي تكون بالشكل ده طيب الخطوط الداخلية هخليها عادي جدا بالخط ده وبأقل مقاس وهقول له إملالي الجدول كله من جوة بالخط ده طيب أنا دلوقتي من الأخطاء اللي أنا بشوفها دايما أثناء تصميم الملفات بأن في بعض الناس أثناء الكتابة بتاعتهم ممكن يعملك الجدول بالشكل ده الجدول ده بيبقى مؤذي جدا للعين أثناء القراءة منه فمنصحش جدا بأنك تعمل الكلام ده طيب أنا عشان أتراجع هظل الملف كاملا هقلل السنك بتاع الخط وبعد كده هقول له اعمل لي المساحة الداخلية أو الحدود الداخلية بس طيب لو أنا عايز أتلاعب في بعض الأعمدة الخاصة تقدر تختار التصميم اللي أنت عايزه على سبيل المسال خدنا التصميم ده هتلاحظ بأن الماوس شكله أصبح بالشكل ده أنا مثلا هاجي هنا وهاختار الصف ده وهاجي هنا وهاختار العمود ده لاحظ هنا بأن الجزء اللي تظلل هو ده الجزء اللي هيتغير يعني مثلا أنا لو وقفت هنا هتلاقي الجزء الأخير ده ما تظللش هبدأ أني أظلله لاحظ هنا بأن المقاس بتاع التلات نقط بيبقى مقاس كبير فأنا صح دايما بمقاس الاتنين وربح بحيث بأن الشكل يكون أرقع وأريح للعين طيب أنت ممكن تتغير الستيل بتاع الخطوط تاخد الخط اللي أنت عايزه أو اللون اللي أنت عايزه بتصمم الجدول بتاعك بكل حرية طيب أنت خلصت التصميم بتاعك بتضغط على عشان بقى الرسم بتاعه هضغط على الرمز ده فهوقف التصميم بتاعه طيب أنا عايزة أغير التصميم بتاع الجدول تقدر من خلال قيمة الديزاين بأنك تتلعب هنا في التصميم اللي موجود في الجدول فتعمل التصميم اللي أنت عايزه في الجدول لاحظ بقى أن التصميم اللي احنا أخدناه فوق كان بالشكل ده لكن لما احنا عملناه اتعامل هنا في الجدول الإنجليزي من على الشمال وتعامل في الجدول العربي من على اليمين تقدر بقى أنك تغير الشكل اللي أنت عايزه وحسب رؤيتك وحسب الحاجة اللي أنت دايما تفضلها أنصح دايما في الجدول بأنك تعتمد على شكل يكون فيه كل صف أو كل عمود بلون مختلف زي ما هو موجود قدامك هنا فتكون الحتة دي مريحة للعين بشكل أكبر ولكن ما تحاولش بأنك تختار ألوان مزعجة زي اللون الأصفر أو أي ألوان تانية طيب أنا مش عاجباني الألوان ديت أو مش عاجباني التصميمات ديت هعمل إيه؟ بكل بساطة بأنك تقدر تغير ألوان الخلفية عن طريق بأنك تقدر أنك تظلل مجموعة خلايا بعد كده هتيجي من الدزاين والشيدينج وهتبدأ أنك تتحكم فيه اللون بتاعه لو أنت الألوان اللي موجودة ديت مش عاجباني تقدر تدخل على وتختار اللون اللي أنت شايفه مناسب ليك وتبدأ بأنك تعتمده دايما بننصح بأنك تختار ألوان مريحة للعين بحيث بأن قارئ الملف بتاعك ما يحسش بالملل أثناء القراءة أو بالأذى أثناء القراءة في الملف بتاعك طيب أنا عايز دلوقتي أغير ارتفاع الصفوف ديت أو ارتفاع الأعمدة على سبيل المثال أنا عايز أكبر العمود ده أو عايز أصغر أعمدة تانية تقدر بأنك تتلاعب في الحاجة ديت عن طريق عدة أمور أول حاجة بأنك تقدر أنك تقف على العمود مثلا أو على الصف اللي أنت عايز تغيره فبيبقى واضح بالشكل اللي موجود قدامكم ده حضراتكم بعد كده بتضغط وتسحب للدرجة اللي أنت عايزها ممكن أضغط هنا على الصف وأكبر الصف للشكل اللي أنا عايزه أو للحجم اللي أنا عايزه دي الطريقة الطريقة التانية تقدر بأنك تظلل مجموعة الصفوف اللي أنت عايز بأنك تغير فيها بعد كده هتدخل على اللاي اوت هتلاقي ارتفاع الصف أو عرض العمود هاجي في ارتفاع الصف وهقول له كبر لي الصف ده بالشكل ده طبعا نصيحة دايما بأنك تاخد مقاسات تكون مريحة في نفس الوقت ما تكونش بتضيع لك مساحة في الجداول أثناء الطباعة فدايما بنصح بأنك تكتب المحتوى بتاعك الأول وبعد كده تبدأ أنك تنسى ولكن كشرحة خاصية إزاي تقدر تتلاعب في مقاس الصف أو مقاس العمود احنا حاليا بنشرح لك الخطوة دي طيب أنا حاليا في الأعمدة ديت أنا عايز أغير الأعمدة ديت عايز الأعمدة ديت قد بعض هبدأ أني أظل للأعمدة ديت بعد كده من خلال اللاي اوت هلاقي عندي الخاصية ديت بأنه هيبدأ يوزع لك المساحة اللي موجودة ديت على الأعمدة ديت بالتساوي زي ما هتشوف دلوقتي مفيش عمود أكبر من العمود التاني طيب أنا عايز أعمل نفس الكلام في الصفوف تقدر بأنك تظلل الصفوف اللي أنت عايزها بعد كده بأنك تقول له وزع لي المساحة ديت على نفس الصفوف هتلاقي الجدول بتاعك هو نفس الارتفاع اللي موجود عندك هنا مش هيحصل تغيير مش هيزود المساحة وهيأكل من المساحة اللي بعد الجدول لا هو هيتلاعب بالمساحة اللي موجودة زي ديت جوة الجدول وهيوزع الصفوف بتاعته بشكل طبيعي على الجدول بكده نكون عدلنا في مقاس الصف أو في مقاس العمود طيب لنفرض بأن أنا هنا عايز أخد بيانات في الجدول ده فعايز الخلية ديت يكون فيها أن ده مثلا رقم التليفون الأول وده رقم التليفون التاني فأنا مفيش داعي لأني أفصل ما بين الخليتين لأن الخليتين عنوان واحد تقدر بأنك تظلل الخليتين وبعد كده تعمل دمج للخليتين فتبدأ الخليتين بأنها تكون خلية واحدة تقدر بأنك تكتب فيها الحاجة اللي أنت عايزها مثلا ده رقم صفر عشرة ده رقم صفر خمستاشر للمستخدم اللي موجود عندك على سبيل المثال طيب تقدر كمان تنسق في محتوى الجدول طيب هتنسق في محتوى الجدول إزاي تقدر بأنك تدخل على العمود ده تقدر بأنك تظلل الجدول عن طريق الضغط على الشكل ده بعد ما ظللت الجدول تقدر بأنك تقول له خليلي الكلام ده موجود في الوسط لاحظ درقة المساحة اللي موجودة عندي هنا هقول له توسيط المساحة في الوسط سواء بشكل أفقي أو بشكل رأسي بوسطها من الجنبين طيب إيه الفرقة ما بين التوسيط ده والتوسيط اللي موجود عندك في قيمة هوم التوسيط اللي موجود في قيمة هوم بيوسطها لك بشكل عادي بس على سبيل المثال أنا هبدأ أني أديله كده وبعد كده هندخل على قيمة هوم هتلاحظ بأن التوسيط اللي هيتعامل عندك هو توسيط أفقي وليس رأسي لكن لو أنا عملت له التوسيط ده هتلاحظ بأنه هنا وسط لك من الناحيتين وده دايما بنصح به إلا في بعض الحالات مثلا زي كتابة الأسماء بنصح بأنك توسط ولكن على اليمين عندك الأشكال ديت بتدل على التوسيط والشكل اللي انت عايزه طيب أنا عايزي عندي مثلا الخلية ديت أنا عايز أكتب فيها الكلام بالعرض على سميع المثال أنا هكتب هنا كلمة الطلاب عايز الكلمة ديت مقلوبة طيب هعملها إزاي تقدر من خلال التكست دايليكشنز أنك تبدأ أنك تغير اتجاه النص بالشكل اللي انت عايزه ما بين 3 اختيارات تقدر بأنك من خلال الاتجاه ده تتلاعب فيها بالشكل اللي انت عايزه وبعد كده تثبتها على الوضع اللي انت عايزه طيب أنا دلوقتي عايز أكتب هنا نوعين من البيانات عايز أعمل خط بالجنب واكتب هنا نوعين من البيانات هعمل ايه هتيجي على الخلية ديت بكل بساطة وبعدين هتدخل على الديزاين هتختار الخط بعد كده في البردرز هتختار الخط بتاعك انت عايز الخط بتاعك بالشكل ده ولا بالشكل ده أنا مثلا هنا هبدأ في كتابة البيانات وهضغط انتر وهكتب الاسم كلمة البيانات هتدلها محاذاة على الشمال كلمة الاسم هتدلها محاذاة على اليمين فهتبقى عندي الجدول بتاعي بالشكل ده ممكن اضغط له انتر وبعد كده اتحكم في المساحة ديت عن طريق بقاني اصغر الخط ده فتلاقي الوضع موجود عندك على الشكل اللي انت كنت عايز تصممه طيب انا عندي دلوقتي الاعمدة اللي تحت بق انا عايز اقسمها لعمودين هتظل الخلايا اللي انت عايز تقسمها عمودين وبعد كده هتدخل على اللي اوت وهتقول له هل انت عايز تقسم العمود لعمودين ولا عايز تقسم الصفوف انا هخلي الصفوف زي ما هي وهخلي العمدة هي اللي تتغير فهتلاحظ بانه اقسم لك لعمودين زي ما انت عايز طيب انا دلوقتي عايز اقسم الخلية ديت انا هنا مش عايز اقسمها لعمدة فهارجع اصغر الرقم بتاع العمود بعد كده هكبر له الرقم بتاع الصف فهتلاقي الاربع صفوف انت عملت زي ما انت عايزه لو هو عمل لك خط عشوائي انت مش عايزه تقدر بانك تدخل على الدزاين وبعد كده تضغط على الخط اللي انت عايزه وبعد كده تبدأ انك ترسم على الخط فتخلي الخط بالشكل اللي انت عايزه في حالة لو انت عايز تقسم الجدول انا دلوقتي جيت في الجدول بتاعي وعايز باني اكتفيت بالخلية ديت فعايز اقسم فاخلي الكلام اللي فوق تبع جدول والكلام اللي تحت تبع جدول تاني بتقدر بانك تضغط على فبيبدأ بانه يفصل لك الجدولين عن بعض لو انت اخدت خليه غلط تقدر بانك تضغط بعد كده تدخل على السطر اللي انت عايزه وبعد كده تدخل على بتاعت الجدول وبعد كده تعمل فهنا هتلاحز بان ده اصبح جدول وده اصبح جدول مختلف تماما من ضمن الحاجات اللي مطلوبة عندك في الجدول انك تنتبه للمساحة اللي موجودة عندك في الخلية بتاعت الجدول على سبيل المثال انا لو جيت هنا كتابت هتلاحز بان بداية الكتابة بتبدأ بالجزء ده طيب انا مثلا هنا هكتب بيانات الطلاب انا حاليا هعدل العمود ده هتلاحز بان في مساحة ضائعة اللي موجودة قبل الجدول طيب المساحة ديت عشان اتلاعب فيها تقدر تعمل ايه؟ علشان المساحة ديت في حالة لو انت عايز تكبر او تصغر اي خط تقدر بانك تتلاعب فيها عن طريق حكتين انا هدخل على الخلية اللي انا عايز اغير فيها المساحة ديت وبعد كده ادخل على اللي اوت وهقول له عايز ادخل على الهوامش بتاعة الجدول هو هنا قالك بان فيه هوامش بالرقم الفلاني موجود على الشمال وعلى اليمين تقدر بانك تخليها الصفر او انك تخليها بالرقم اللي انت عايزه بعد كده تقول له اوكي هتلاحظ بان المساحة اللي كانت ضايع دلوقتي عليك خلاص اصبحت مساحة موجودة تقدر تستفيد منها في الكتابة ولكن دايما ننصح بان يكون فيه جزء بسيط جدا تقدر تستخدمه ولكن الفكرة دية تقدر تستخدمها علشان توفر المساحة لكن دايما احنا ننصح بانك تقلل المساحة قدر المستطاع في الجزء ده طيب ما تنساش بانك تقدر تقلل المساحة كمان بشكل رأسي او افقي عن طريق التلاعب في خاصية برا جراف لأي نص وبعد كده تجيب اجزاكتلي وتتلاعب في تنسيق الفقرة او المحتوى اللي مكتوب عندك جوه بنفس الطريقة اللي احنا اخدناها في الجزء الخاص بتنسيق المقاطع بكده نكون خلصنا كل ما يتعلق بالجداول بنشكروا حضراتكم ونتمنى لجميع كل التوفيق ونتمنى تشاركونا باشتراككم في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة